اشتركوا في القناة في الساعة تتراجع سرعتها أكثر يوم الغد وتكون خفيفة إلى معتدلة بوجه نعام سما صافية فرص لعبور بعض السحب العالية بين الحيم والآخر على بعض المناطق رح تكون ويانا اليوم وأيضا يوم الغد الحرارة حاليا 38 درجة مئوية والرطوبة النسبية مقبولة 15% ورؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر صور القمار الصناعية تبيننا السما خالية من السحب بوجه نعام على أغلب المناطق في شمال الجزيرة العربية أغلب السحب موجودة في جنوب الجزيرة العربية وغربها وأيضا على المناطق الشرقية منها أو الجنوبية الشرقية تحديدا حتى نهاية اليوم الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة خفيفة إلى معتدلة تنشط بين الحين والآخر أغلب النشاط سيكون على المناطق الساحلية في فرص لعبور بعض السحب العالية على بعض المناطق أجواء حارة نسبيا درجات الحرارة تتراوح ما بين 31 إلى 35 درجة مئوية وقد تصل إلى 36 درجة مئوية في بعض المناطق البحر معتدل إلى عالي الموج بين الحين والآخر من 2 إلى 6 قدم لكن باتشر بإذن الله تتراجع سرعة الرياح أكثر وتكون من 12 إلى 30 كيلومتر في الساعة أجواء مشمسة أيضا في فرص لعبور بعض السحب العالية ودرجات حرارة تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية وأقل درجات الحرارة راح تكون في السواحل الجنوبية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 41 درجة مئوية والبحر باتشر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 4 قدم فاللي بينزل البحر فالأجواء جدا مناسبة والرياح خفيفة إلى معتدل السرعة بوجه نام من منتصف نهار يوم الغد وحتى مساء يوم الغد وحتى نهايته تتراوح سرعة الرياح الشمالية الغربية مساء يوم الغد ما بين العشرة إلى 35 كيلومتر في الساعة مع السماة الصافية ودرجات حرارة تتراوح ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية البحر بإذن الله من فترات الفساد المد الأول بإذن الله راح يكون الساعة 54 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 5 و 57 دقيقة العصر والجزر الأول الساعة 11 و 38 دقيقة الظهر والجزر الثاني الساعة 11 و 33 دقيقة مساء والبحر راح يكون خفيف إلى معتدل من 2 إلى 4 قدم فاللي بينزل البحر لأجواء جدا مناسبة المواقيت بإذن الله أذان الفير ساعة 43 و 49 والشروق الساعة 5 و 15 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 32 دقيقة وعدة ساعات النهار يوم الغد 13 ساعة و 15 دقيقة وكل ما للنهار قاعد يكسر تدريجيا أما التقص المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة الرياح الشمال الغربية راح تستمر ويانا خفيفة إلى معتدلة سرع بوجه نعام في فرص لنشاطها بين الحين والآخر درجات حرارة تتراوح ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية في أغلب الأيام باشر بدنا الله 47 العظمى والصغرة 32 درجة مئوية والرياح الشمالية الغربية من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة 47 أيضا في يوم الخميس و 32 الصغرة والرياح خفيفة إلى معتدلة من 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة فرص لعبور بعض السحب العالية على بعض المناطق لكن الأجواء صافية بوجه نعام تنشط الرياح الشمالية الغربية في يوم الجمعة بين الحين والآخر من 15 إلى 42 كيلومتر في الساعة حد داقة تابع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لأنه دائما يتزامن مع نشاط الرياح 48 العظمى والصغرة 33 وسرعة الرياح من 15 إلى 42 والبحر سيكون خفيفة إلى معتدل يعلو بين الحين والآخر وارتفاع الأمواج يكون ملحوظ أكثر في يوم السبت مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة العظمى 47 وسرعة 32 درجة مئوية والرياح من 15 إلى 45 تتراجع سرعتها تدريجياً خلال مساء اليوم السبت وتكون أكثر طبعاً في تراجعها من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة في يوم الأحد استقرار أكثر في سرعة الرياح والأجواء الحارة مستمرة 47 العظمى والصغرة 32 درجة مئوية مع أجواء مشمسة نزع المشاهدين الأجواء الحارة مستمرة لحين موسم إسهيل وأول الاعتدال سيكون في الفترات المتأخرة من الليل والفجر بعد 11 يوم سيكون أول أيام هذا الموسم ونجم إسهيل يبين بالكويت بأربعة تسعة الرياح الشمالية الغربية مستمرة والجفاف أيضاً مستمر نشطنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم اشتركوا في القناة